موسيقى أنا اليوم كتير مبسوط إني أقدم لكم هالسلسلة جديدة من التطويبات يلي فيها رح أشرح لكم إنه السعادة هي بداخلكم الناس بروحوا ويفتشوا على السعادة وينما كان بالخارج لكن يسوع بيقول طوبة إلك سعيد أنت ورح تشوف شو أنا بعني أنت عم بتشوف وعم بتتابع هالسلسلة وأنا بتمنى أنه ما تفوتوا أي رسالة موسيقى بالعيدة السابقة نحنا بدأينا سلسلة جديدة اسمها السعادة موجودة بداخلك السعادة مانا شعور أنت بتسعلا تحصل عليه يسوع قال أنه السعادة بداخلك لازم تكتشف وين موجودة وكيف تقدر تحصل عليها السعادة موجودة بداخلك طاح معي أرجوك على أنجيل متة لسحاق خمسة لأي أربعة مبارك سعيد طوبة وباليونانية شو الكلمة مكاريوس قول معي سعادة سعداء هم الأشخاص الحزانة هلأ أول ما تسمع الجبلي أنت أكيد رح تهز براسك وتقول انتظر دي يا مايكل كيف يعني هالأمر حقيقي كيف بتقول أنه سعداء هم الحزانة شي ما أنه منطقي إذا خليني ذكرك أنه يسوع ما بيتكلم عن الشعور بالسعادة هالمشاعر السعيدة هن مشرد لحظات عابرة لأنه هالمشاعر بتعتمد على الظروف وهالمشاعر بتنتهي وبتختفي لما الظروف تنتهي يسوع بيتكلم عن الفرح العميق 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 يلي بينبع من الحزن من الحداد على الخطيئة أولا أنا لازم أتوقف هون وأشرح فكرة مهمة كلمة الحزن هون أو الحداد هي منة وأنا رح كرر هالجملة هي منة ذات نوع الحزن والحداد يلي نحنا بنختبره لما بنخسر الأشخاص اللي منحبهم ما بتكلم عن هالنوع من الحزن أنا رح أرجع أشرح هالفكرة بالتفاصيل ما بيتكلم حتى عن الحزن بسبب الخسارة المادية وأنا بعرف إنه هالخسارة بسير ما بيتكلم عن الحزن بسبب خسارة علاقة أو انكسار علاقة بالزواج أو بغيره الخطوة التانية بهالبناء العظيم يلي منسميه التطويبات انت رح تلاقي إنه الحزن هو امتداد للفقر الروحي هو الامتداد لأنه تكون منكسر داخلياً الحزن هو الخطوة التالية يلي بعد الانكسار هالحزن على الخطيئة بيتصرف بناء على انكسارنا هالحزن هو التعبير الخارجي عن انكسارنا الداخلي اليوم انت عم تسمع يسوع عم بقول إنه لما تحزن لما تحزن على خطيتك انت بتكون مبارك نحن مكون عم نتعزن ليه؟ لأنه نحن رح نختبر هالراحة هالفرح وهالقوة يلي منغفرانه ويلي ما بتجي إلا منغفرانه هلا أنا ما بعرف موقفك انت لكن لما أنا أوقف قدام فشلي وقدام خطياي أنا بحزن من أعمائي أنا بحزن من أعمائي أوه هو منه مجرد شعور بالندم وأنه طيب أنا ندمت هو منه مجرد أنا بشعر بالسوق لأنه عملت هالفعل لا 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 أنا بحزن لأنه فعليا أنا كنت عم بهين أفضل صديق عندي إيه بكل هالعالم يروح يسوع نروح القدس يلي من يسوع الحزن الحقيقي على الخطيئة الحزن على فشلنا وعلى سقطاتنا بيخلق باب هو ما بيفتح باب بل بيخلق باب هالباب رح ينخلق هلا وهالباب هو يلي بيسمح لالله إنه يدخل على قلوبنا بحضوره المجيد سمعني من يحرجوك لما نحن نكون فخورين بخطيئتنا ولما نعرضها للكل لما نحن ما نكون مباليين بخطيئتنا لما نحن ما نكون مهتمين بخطيئتنا الله بيكون عنده صعوبة ليوصل إلنا أنا بعرف هالأمر حقيقي بحياتي وحقيقي بحياتك الله بيكون عنده صعوبة ليحصل على انتباهك لما كل شيء يكون بحال جيدة لما كل الأمور تكون عم بتصير بشكل جيد نحن بنعتبر الله تحصيل حاصل نحن بنعتبره تحصيل حاصل كل ما سير أكبر وكل ما روح للأعمى مع الله كل ما سير مدرك أكتر إنه ما بقدر أعمل شيء بدون الله وهالأمر بيخليني كل مرة إركع وأصلي لكن ما انتهت الفكرة لما أنا اعترف وأحزن على فشلة وعلى النواقس وعلى خطيطة الراحة يلي بيعطيني إياها يسوع ألز بكتير مما بقدر أوصف بالكلمات فقط وأنا بعرف إن بعض الأشخاص موجودين بقول أمين معي الإيمان الوحيد المليان فعليا بالتناقضات هو الإيمان المسيحي هو الإيمان الوحيد إنت ما بتقدر تلاقي التناقضات بأي ديانة تانية بأي مجموعة تانية بأي تعليم تاني الإيمان المسيحي هو الإيمان الوحيد المليان تناقضات والتطويبة التانية نحن عم نطلع هالدرج هي على الأرجح أوضح مثل عن يلي بقصدوا بالتناقضات بالإيمان المسيحي كيف ممكن تكون عم بتناقض نفسك أكتر من لما تقول إنه سعداء هن الحزانة الطريق للوصول لسعادة هو الحزن هيدا يلي الله بيقوله الطريق للفرح هو الحداد ما في عجب إنه الأشخاص يلي ما بيأمنوا عندهم صعوبة يستوعبوا الإيمان المسيحي هن بيفكروا إنه هالإيمان منه معقول ومن الصدفة إنه أنا بوافق معهم لحد ما تصير على الجهة من الصليب إنت مرح تقدر تشوف إنت مرح تقدر تفهم إنت مرح تقدر تستوعب لما نحن منشوف أشخاص مستعدين يصرفوا ثروتهم كله حتى يتفادوا الألم لما أنت بتشوف أشخاص مستعدين يعملوا أي شي حتى يتفادوا خيبات الأمل بالحياة أنا بقصد إنه هن مستعدين يعملوا كل شي مهما تطلب الأمر لما تشوف ناس هن عم بيتفادوا أي ألم وأي حزن بكل ظرف ساعتها أنت بتفهم يلي يسوع عم بقوله هون إنه سعداء هن الأشخاص الحزنين على خطاياهم بتصير مفهومة للمؤمن ما بيفهم الغير مؤمن فقط المؤمن بلوق الإصحاح 6 الأية 25 يسوع قال ويل لكم أيها الضاحي كون الآن لأنكم ستحزنون وتبكون عم بيتكلم عن بكاء وصريف الأسنان بأبدية بدون المسيح بيحنى 16-20 يسوع بقول لتلميزو إنكم ستبكون وتنوحون عم بيتكلم عن وقت الصلب والعالم يفرح أنت أكيد عم تفكر مايكل واقف واقف وما تكمل أي نوع من القاضي هو يسوع أي نوع من المعلمين أو الوعادين التحفزيين هو يسوع أي نوع من الرياضة الروحية التحفزية هيدا أي نوع من الحوافز والمحفزات يسوع بقدم للمدرع اللي هندو أنا بقصد كل هالكلمة له أي معنى هلا قبل ما حاول جاوب على هالسؤال أنا بدي أقلك إنه في فعليا ثلاث أنواع من الحزن والحداد ثلاث أنواع أول نوع كتير واضح لكن رح يشرحه لأنه أنا بيعتقد إنه إحنا كلنا مرينا بهالأمر بيوم ما نوع الأول هو الحزن المدمر يلي بينبع من الشفعة على الذات أوه أنا مسكين هالحزن بينبع من الشك بكلمة الله بينبع من الرغبات الغير محققة هو بينبع من طموح المدمر أنا اختبرت هالحزن أنا بعرف هالحزن بأيام الشبابة أنا بعرف هالحزن وهو بيفسر نفسه فأنا ما رح ياخد كتير وقت لأشرحه لكن النوع التاني النوع التاني من الحزن هو نوع الحزن المناسب يلي بيحصل بسبب الظروف الخارجة عن سيطرتنا هالنوع من الحزن هو فعليا عطية الله إلنا حتى يساعدنا للتأقلم مع خيبات الأمل بالحياة هالحزن هو فعليا عطيه من الله النوع التاني من الحزن هو صمام الأمان يلي بيخلي الهواء المسلم يخرج من الألم الحقيقي هيدا بيكون حزن حقيقي النوع التاني من الحزن هو مثل الدواء يلي بتوضعه على الشرح النوع التاني من الحزن هو عطية الله إلنا حتى نقدر نحصل على الشفاء ونحصل على التعزية ونحصل على الراحة منه لكن بعد فيه هالنوع التالت من الحزن وأنا بآمن أن يسوع بيتكلم عنه هون عن النوع التالت هالنوع من الحزن هو نوع الحزن يلي بيحصل على تعزية فوق الطبيعة من المعزق من البرقليت من الروح لدوس مباركون سعداء سعداء نيالن مكاريوس الأشخاص الحزنين لأنن رح يتعزوا هلا يا عزيزي هالنوع من الحزن يلي عم بيتكلم عنه هون الحزن يلي من الله وهالنوع من الحزن والأسى والحداد كتير شخصي هالحزن لازم يكون بينك وبين الله إذا بدك دخل شخص بهالموضوع بتقدر لكن هالحزن كتير شخصي بينك وبين الله مباركون سعداء مكاريوس الأشخاص الحزنين لأنن رح يتعزوا هيدا هو الحزن الوحيد يلي بيقود للنمو الروحي للنضج بالمسيح بالتطويب الأولى أنا قلت أن الدخول للسماء هيدا هي الخطوة الأولى لتكون مخلص بدم يسوع المسيح الخطوة الأولى على طريق الخلاص الخطوة الأولى البداية هي أنه تشعر بالإفلاس الروحي هيدا هي الخطوة الأولى لكن من بعد أنت بتصير عم تتقدم وتنتقل للأمام وموقف الانكسار هيدا ما بيتوقف لما أنت تقول نعم ليسوع فقط الأشخاص يلي بيشعروا أنهم غير كافيين روحيا بدون الله رح يصيروا أشخاص بيحزنوا على حالتهم الخاصة الكلمة اليونانية المستخدمة هون للحزن أنا بعرف أن يسوع ما كان عم يتكلم ينانك عم يتكلم أرامي لكن الكلمة اليونانية يلي الأشخاص كتبوا العهد الجديد بيستخدموها هي بانثيو بانثيو هي هالانكسار وهذا السبب ليه هو شخصي هو هالانكسار والحزن يلي نشعر فيه بالقلب هي الكلمة زيتة يلي بيستخدموها بالعهد القديم اليوناني بتكوين سبعة وثلاثين أربعة وثلاثين لما يعقوب إسرائيل كان مشلول من الحزن لما قالوله لما ولاده كذبوا عليه وقالوا ابنك الصغير يوسف التهموا حيوان بره ونحن لقينا ردائه هيدا ذات النوع الحزن يلي مرقه الستاعش عشرة بيتكلم عنه يلي شعره فيه تلميذ لما شافوا الصليب وما كانوا بعد عم بيق يقدر يشوفوا ليه إيامه هالكلمة تعني ألم عميق بسبب الخطيئة لكن أنا بعد فيه شي تاني بديك تنتبه له منيح بهالتطويب التاني أرجوك انتبه لهالكلمات يسوع ما عم بيقول إن السعادة رح تنبع من فعل الحزن بحد ذاته مش هيدا يلي يسوع عم بيقوله بل بالأحرى هالسعادة هي اللي بتجي منا يلي الله بيعمله كجواب على هالحزن قدامها هالأمر رائع أنا بس مع الناس عم بتكلموا عن قوة الصلاة ما في أي قوة بالصلاة بل في قوة بالله يلي بيستجيب للصلاة سعادة الحقيقية بتجي من غفران الله ومن الشفاء ومن الترميم يلي بيخدق علينا لما نحنا منعترف ولما منحزن على خطيتنا الراحة الحقيقية ما بيقدر يختبرها إلا الأشخاص يلي هن معرضين لا يبكوا على خطيتهم يسوع قال إنه فقط الأشخاص يلي بيحزنوا على الخطيئة رح يحصلوا على سعادة الحقيقية والراحة الحقيقية والفرح الحقيقي أرجوك سمعني منيح يسوع ما عم بيتكلم عن الاختبار السيكولوجي أو الاختبار العاطفي يلي الناس عم بيتكلموا عنه هل هالكثارسيس لا 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 هيدا مانو يلي يسوع عم بتكلم عنه هالاختبار بيقدر يعطيك شعور جيد أكيد لكنها شعور موقت يسوع عم بيتكلم عن الشفاء الداخلي وترميم الحميمية العميئة العميئة معه يلي الخطيئة دايما بتخطفها سمعني منيح العالم بيقول انت بتقدر توجي صعوبات حياتك بانه تصر أسنانك بعد أكتر وبانه ترفع راسك بعد أكتر بانه ترسم ابتسامة مزيفة على وجهك وانه تبين وتظهر انه سعيد فكر أفكار إيجابية وأمور جيدة رح تحصل معك نعم هيدا يلي عمي نواز أنا سمعت هالواز لما يكون عندك خطيئة منك ما اعترف فيها لما ما تكون عم تحزن على الخطيئة وعم تعترف فيها بقلبك ما في أي نسبة من التفكير الإيجابي رح تقدر تساعدك انت بتقدر تفكر كلها فكار إيجابية الممكنة لما يكون عندك خطيئة ما بتعترف فيها كل المساعدات الزيتية يلي تقدر تجمعها ما رح تساعدك هلا الحقيقة هي التالية الخطيئة والسعادة الحقيقية أنا عم بتكلم عن السعادة الحقيقية مش عن سعادة لهاهاهاهاهاها الخطيئة والسعادة الحقيقية ما بيتفقوا مع بعض أبدا نهائيا بشكل كامل وتام ما بيتفقوا مع بعض هن ببساطة ما بيقدر يكونوا موجودين سوا لحد ما تعترف بالخطيئة لحد ما تغطي الخطيئة بدم يسوع لحد ما تفتدى هالخطيئة لحد ما يصير هيك السعادة السعادة الحقيقية الفرح الحقيقي ما رح يكون متوفر أبدا ليه؟ لأن فقط الأشخاص يلي بيحزنوا على الخطيئة فقط الحزن على الخطيئة بيسبب الغفران وغفران الخطيئة هو سبب الفرح الحقيقي الراحة الحقيقية والسعادة الحقيقية بعطي فكرة انا بدي اقول لك ايها وهي كتير مهمة يسوع ما عم بيتكلم بهال تطويبة عن نوع الحزن اليقص لا نحنا اخر اشخاص بالدني ممكن نيقص يسوع ما عم بيتكلم عن الانغماس بالشفقة على الذات اوه انا مسكين وهالنوع من الحزن لا 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 بالحقيقة الحزن على الخطيئة ما بيركز ابدا على الذات فهمت يا لعبولو ابدا مش هيك الحزن على الخطيئة ما قلو اي علاقة فيك الحزن على الخطيئة ما بيركز حتى على الخطيئة بذاتها لا على شو بيركز الحزن الحزن بيركز على الله بيرومي الاسحاح سبعة لما الرسول بولوس قال ويحي انا الانسان الشقيق بولوس بيكمل مباشرة بالاسحاح سبعة الاية 25 و بولوس بيكمل و بيعلن انا عندي انتصار بيسوع المسيح و فقط من خلال الرب يسوع المسيح بيقدر احصل على الانتصار التسبيح للرب بولوس كان يعرف وين يلاقي الانتصار كان بيعرف هالأمر بولوس كان يعرف كمان انه انتصار مبارح ما بيضل مكمل لبكرة تماما مثل من يلي بالبرية يلي كان لازم الشعب يقطفو كل يوم الصبح انت بدك تعرف اذا انت عم تنمى بالمسيحة و اذا انت صرت فاتر تعرف كيف تقدر تعرف انتبه منيح لكلماتي منو الحياة بدون خطيه انتبهت منيح لالي قلته منو الحياة بدون خطيه هالحياة رح تعيشها بالسماء مش هون علامة النج الروحي بالمسيح هو نمو الادراك لنجاسة الخطيه كنت اسمع كتير هالتعبير انا وشاب الوعادين عم يتكلموا عن نجاسة الخطيه من سفر العبرانيين وانا كنت اقول شو المقصود بهالتعبير اه انا بعرف شو المقصود هلا اسمعي اللي الرسول يحنا بقوله ان قلنا يعني اذا ادعينا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا بكلمات تانية نحنا منكون عم نكذب هيدي هي الطريقة الفضة لأقول هالكلام اه اسمع بقى الاسحاح تبهي انه تكمل القراه ان اعترفنا وصلنا للمهم ان اعترفنا بخطيانا فهو امين مش بس لحتى يغفر كل خطيانا وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل اثم عظيم هو الله يلي منعبده عظيم هو يلي منعبده سبح اسمع الله لما حزنك على الخطيه يوصل للسماء انا رح قللك بناءا على سلطة كلمة الله وبشهادة الشخصية لما اعترافك يوصل للسماء يسوع وعد انه راحته وانه سلامه رح يوصله لعندك مباشرة ما رح ياخده وقت مباشرة انا بدي اختم بانه يسعلك السؤال التالي شو يلي عبيمنعك من انه تحزن من انه تعترف بخطيتك شو يلي عبيوقفك انا ما بعرف انت وحدك تقدر جاوب بينك وبين افكارك الخاصة كل شخص بيقدر يشاوب على هالسؤال وحده هل هو التكبر هل هو الغرور الغرور هل هو الضلال؟ الضلال الذاتي؟ لانه الغرور والضلال الذاتي بقلولنا انه مفي شي بحياتك انت بحاجة انه تعترفيه وتتوب عنه ولا شي انت شخص جيد المشكلة دايما مع الاخرين دايما المشكلة مع الاخرين مانا معك انت الغرور وتضليل الذاتي بقوله انت ما عندك شي لتحزن عليه مرات انا بسمع الاشخاص يلي بكونوا غرقانين كليا بالخطية وهنا بقولوا هاي دا هي الطريقة ببساطة كل الناس عم بيعيشوا هايك هلا كل شي تغير من زمن الكتاب المقدس اكيد خطيط السيئة لكن مانا اسوأ من خطيط الاخرين طالما هني عم بفكروا بها الطريقة هني مرح يحصلوا ابدا على تعزية البراقليت بيحصلوا علي فقط لما بيجوا بالاعتراف وبالحزن اذا روح القدس عم بيبكتك هلا انا بناشدك قدام الله ما تتجاهل هالتبكيد ما تتجاهل هالتبكيد الله بدو و الله عم بيتوء لا يعزيك